موسيقى الخمسة صباحا الثانية بتوقيت جرانيتش موجز اخباري يأتيكم من القاهرة اهلا بكم اكد مصدر رفيع المستوى انه لا صحة اطلاقا لما تناولت وسائل اعلام اسرائيلية حول وجود اتفاقات او تفاهمات مصرية مع اسرائيل بشأن محور فلاديلفيا واكد المصدر ان كل تلك الادعاءات تأتي في اطار سعي الطرف الاسرائيلي للتغطية على فشله العسكري المستمر بقطاع غزة كما اكد المصدر رفيع المستوى ان مصر اكدت تمسكها بحتمية الانسحاب الاسرائيلي الكامل من محور فلاديلفيا كما اكد المصدر ان مصر اكدت ضرورة انسحاب القوات الاسرائيلية من معبر رفح من الجانب الفلسطيني حتى يمكن اعادة تشغيله مرة اخرى نفى مصدر مصري رفيع المستوى ما تداولته تقارير اعلامية عن اقلاع طائرة استخبارات امريكية من مطار شرم الشيخ بهدف تنفيذ طلاعات استخباراتية ومسح فوق الحدود الفلسطينية المصرية واكد المصدر ان مثل هذه التقارير عارية تماما عن الصحة ومحضو اكاذيب شارك رئيس الوزراء مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الافريقي والذي انعقد في العاصمة اكرا بدولة غانا على ضوء رئاسة مصر الحالية لوكالة الاتحاد الافريقي للتنمية النباد والقى مدبولي كلمة خلال البند الخاص بدور النباد في تعزيز التكامل الاقليمي والقاري تحت مظلة اجندة الفين ثلاثة وستين حيث اكد مدبولي التزام مصر باستمرار التنسيق مع الاشقاء وسكرتارية الوكالة للدفع بالاجندة الافريقية قدما وتطوير الجهود الرامية لتعزيز التكامل القاري والاقليمي بما في ذلك تحقيق اولويات الرئاسة المصرية للنباد خلال الفترة القادمة واشار مدبولي الى ان اولويات الرئاسة المصرية في هذا الصدد تتضمن الى الاهمية لجهود حشد الموارد المالية في المجالات ذات الاولوية بالنسبة للقارة كما اكد مدبولي استعداد مصر للعمل بكل جهد واخلاص لتعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الافريقية الشقيقة ودفع معدلات التنمية في دول القارة بما يسهم في رفع مستوى معيشة شعوبها اعلن نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار بدأ التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية لتنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة حول ملف التنمية البشرية في مصر جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي اقيم في مهرجان العالمين بحضور الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية عمر الفقي كما قال نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار قال ان الوزارة موجودة في مهرجان العالمين لتقديم الخدمات الاعلاجية المتعلقة بالمبادرات الرئاسية وخلال مؤتمر صحفي اقيم في مهرجان العالمين اشار عبدالغفار الى ان وزارة الصحة تستعد لتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل وذلك بعد تطبيقها في ست محافظات اعلن الرئيس الامريكي جو بايدن التنحي عن الترشح لخول انتخابات الرئاسة الامريكية وفي خطاب له نشره على منصة اكس قال بايدن انه سيركز على الوفاء بمهامه الرئاسية حتى انقضاء ولايته وانه سيتحدث الى الامة في وقت لاحق هذا الاسبوع بشأن قراره مشيرا الى ان قرار الانسحاب من السباق الرئاسي جاء لاعتقاده بانه من مصلحة الحزب الديمقراطي والولايات المتحدة من جانبه اكد دونالد ترامب المرشح الجمهوري للرئاسة الامريكية ان بايدن كان اسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة واضف ترامب ان هزيمة كامالا هاريس في السباق نحو البيت الابيض ستكون اسهل من هزيمة بايدن معربا عن ثقته في كسب ثقة غالبية الشعب الامريكي اعلن الرئيس الامريكي جو بايدن انه يؤيد ترشيح الحزب الديمقراطي نائبته كامالا هاريس لانتخابات 2024 الرئاسية بعد انسحابه من السباق وقال بايدن عبر منصة اكس انه يقدم دعمه وتأييده الكاملين لكامالا لتكون مرشحة الحزب الديمقراطي مطالبا انصاره بالتبرع لحملة هاريس التي انرشحت رسميا للسباق الرئاسي خالفا لبايدن من قبل الحزب الديمقراطي فستكون اول امرأة على الاطلاق من اصحاب البشرة الصمراء تخوض سباق الرئاسة انتهى المجاز الاغباري والمزيد من الاخبار يمكنكم تحميل تطبيق اكسرا نيوز من خلال ابل ستور او جوجل بلاي او من خلال كيو ار كود الظاهر على الشاشة نشكر لحضراتكم طيبة المتابعة هذه تحياتي عمر شهاب في امان الله اشتركوا في القناة